اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الحرصة ان مجلس التعاون منظومة تأسست من اجل صالح شعوب دول المجلس وستظل باقية باذن الله فمتطلبات شعوب دول المجلس وامال المواطنين فيه تفرض تكثيف الجهود لتعزيز التضامن والتكاتف واننا على ثقة في ان قادة دول المجلس لا يتوانون عن تحقيق تطلعات شعوب دولهم للمحافظة على مكتسباته ومنجزاته خلال مسيرته في العديد من المجالات في التعاون المشترك وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الاقضيبية صباح اليوم معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على دعم المبادرات التي تعزز مسيرة مجلس التعاون وتحافظ عليها وعلى وحدة وتماسك شعوبه لاستمرار تحقيق المنجزات التي تصب في صالح الجميع وان البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تحرص دوما على ان تكون علاقاتها قوية مع شقائها على كافة المستويات وشدد سموه ان مجلس التعاون اذا كان البيت الجامع لدول المجلس فان المملكة العربية السعودية هي السند الاساسي لهذا البيت ولكل من ينضوي تحته ولم نعهد منها الا كل الدعم والمساندة لهذه المنظومة الخليجية المباركة وقد اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهمية المبادرات التي تدعم الكيان الخليجي وتعزز من تأثيره اقليميا ودوليا باعتباره صمام الامان واستقرار المنطقة والارضية التي تقول روابط بين دوله وشعوبه وانوها سموه بالدور الذي يطلع به الامين العام لمجلس التعاون ومعاونيه في الامانة العامة في متابعة مسارات التعاون بين دول المجلس والحرص على تنفيذ القرارات التي تعزز من هذا التعاون في مختلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية من جهة اعرب الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على مواقف سموه الداعمة والمساندة لكل عمل خليجي مشترك واكدا ان مواقف سموه مشهودة في دعم مسيرة مجلس التعاون وتوجيهات سموه الدائمة للحكومة بالاسراء في انفاذ قرارات المجلس لا اطيب الاثر في تعميق التعاون والتنسيق الخليجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة